هذه المشاهد أصبحت مألوفة في محافرة البصرة مشاهد التلوث التي باتت تهدد الصحة العامة بسبب انتشار العديد من الأمراض منظمة هيوم الرئيس هوش حملت في تقرير لها الحكومة في بغداد مسؤولية التقصير الواضح في حل أزمة تلوث المياه في البصرة وانتشار الأمراض بين سكانها لأنها لم تعمل بجدية على منح سكان البصرة كفايتهم من مياه الشرب الصالحة ما أدى إلى استمرار التداعيات الصحية الخطيرة لا سيما بعد بلوغ الوضع ذروته مع أزمة المياه الحادة تقرير هيوم الرئيس هوش أشار كذلك لأن الأزمة هي نتيجة لعوامل معقدة ستؤدي إذا ما تركت دون معالجة جدية إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في المستقبل وحذرت من عواقب وخيمة إذا لم تعمل الحكومة على تحسين واقع المياه في محافرة البصرة في هذا التقرير نحن لا ننظر فقط إلى التداعيات المباشرة والأكثر حدة لهذه الأزمة التي شهدناها الصيف الماضي حيث أصيب ما لا يقل عن 180 ألف شخص بأمراض وتوجهوا إلى المستشفيات بسبب تلوث المياه لكننا في هذا التقرير ننظر إلى العقود التي عجزت فيها الحكومة العراقية عن توفير مياه الشرب والريء للمواطنين مكتب حقوق الإنسان في محافرة البصرة قال إن نسبة التلوث الكيميائي في مياه شط العرب بلغت 100% بينما وصل التلوث الجرثومي إلى 60% برغم الوعود الحكومية بمعالجة التلوث وبالرغم ما تشكل هذه النسبة المخيفة من خطر كبير على حياة السكان إلا أن المكتب المفوضية أكد أنه لا توجد قرارات حكومية جادة لإعداد استراتيجية واضحة لمعالجة تلوث المياه في البصرة مديرية بيئة البصرة أشارت في وقت سابق إلى أنها قدمت كشوفات وتحاليل مختبرية إلى وزارة الصحة والبيئة ومجلس محافرة البصرة تؤكد تلوث مياه شط العرب وترد نوعيتها بسبب ملوثات المصافي النفطية وتصريف مياه المجال الثقيلة إلى الأنهر الداخلية لكن المشكلة بقيت كما هي تلوث المياه في البصرة مشكلة أخرى تضاف إلى سجل مشكلات المحافرة المتخم مثل انعدام الخدمات الأساسية وتصاعد نسب البطالة والفساد الحكومي الذي يفتك بها ولا مؤشرات حقيقية على خطة حكومية للتصدي لكل هذه المشكلات ما يرجح بانفجار الوضع في المحافرة من جديد على غرار ما جرى من تظاهرات شعبية غاضبة في تموز من العام 2018